الحمد لله رب العالمين ولكن أذكر كلمة مجزة تتعلق بالإيمان بالقدر تنبه الغافل وتعلم الجاهل ويقوى بها إيمان العاقل فأقول وبالله التوفيق جاء في لغة العرب القدر والقدر والتقدير بمعنى واحد تقول قدرت الشيء قدر مصدر وقدر اسم مصدر وقدرته تقديرا إذا دبرته ورتبته في دائرة فكرك قبل أن تصنعه أو تحدثه وأما معنى القدر بالنسبة إلى الله تعالى فهو تقديره لجميع الأشياء التي يوجدها بمقاديرها اللائقة بها وأحوالها التي ستكون عليها من مبدأ ونهاية وقوة وضعف وكياسة وبلادة وخير وشر وما تقع فيه من زمان ومكان وما يسبقها من مقدمات وما يتبعها من نتائج وآثار وغير هذا بحيث يكون جميع ذلك كما علمه سبحانه بعلمه القديم وأراده بالإرادة السابقة وقضاه وحكم به بالقضاء الأول وكتبه في الذكر الأول ثم إنه سبحانه يخلق ذلك بقدرته سبحانه كما قال إنا كل شيء خلقناه بقدر والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر